المسالة لأوكرانيا أن الولايات المتحدة سوف تواصل تقديم الزخائر والعتاد العسكري للدفاع عن نفسها الكونجرس في الوقت الحالي يناقش مسألة تأسيس برنامج التواجد في الحرب العالمية الثانية وهذا البرنامج قدم أكبر قدر من المساعدة لبريطانيا لتدافع عن نفسها ضد الغزو النازي في الأربعينات ما يحاول الكونجرس أن يقوم به أن يقدم رسالة قوية لأوكرانيا بأنها يمكن أن تعتمد على هذه الإمدادات من العتاد العسكري والسلاح لإخراج القوات الروسية من أوكرانيا بالنسبة لروسيا هذه رسالة بأن الولايات المتحدة سوف تقدم دعم متكامل لأوكرانيا سوف تتدفق الأسلحة وإن موقف روسيا لن يتحسن حتى يتسنى الوصول إلى اتفاق سلمي عادل ونزيل هل ستغير كل هذه الأسلحة الأمريكية المعادلة على الأرض أم هي تؤخر فقط التقدم الروسي؟ السلاح من الولايات المتحدة ومن النيتو بالفعل ساعد أوكرانيا والقوات الأوكرانية لتفوز في كييف والمعركة في الشرق في الوقت الحالي وهي منطقة مختلفة البلد كبير وهذا يسمح للقوات الروسية لأن تقوم بمزيد من المناورات وأن تتبنى نظم أسلحة مختلفة وبالتالي مضادات الدبابات والسواريخ والمدفعية التي تقدمها الولايات المتحدة لمواجهة هذا الغزو فأوكرانيا والأوكرانيون أثبتوا أنهم قادرون للدفاع عن أنفسهم في البحر الأسود ونظم الدفاع التي تقدمها الولايات المتحدة تصعب الأمر كثيرا على الولايات المتحدة وتصعب من تحقيق أهدافها على الساحل الأوكراني ومن ثم هناك شبه يقين بشأن ما سيحدث في المستقبل لكن الولايات المتحدة والنيتو في الوقت الحالي يقدمون الدعم اللازم لأوكرانيا خلال الأسبوع والأشهر المقبلة هل هي حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ من الواضح أنها حرب بين روسيا وأوكرانيا بالفعل كانت هناك أحداث في التاريخ من قبل قوى أخرى قدمت أسلحة وأعتاد روسيا والصين قدموا سلاح في فيتنام في الستينات ومطلع السبعينات ما نراه هنا نوع مختلف من الحملات التي خلالها تقوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتقديم المساعدة للدفاع ضد غزو روسي خاصة بعد أن قام الرئيس بوتين بأنه قال بأنه يريد أن ينصف الثقافة الأوكرانية هذه من أكبر المآسي التي ارتكبت من تاريخ الحرب العالمية الثانية ونتسأل هل هناك ستكون محاكمات لجرائم الحرب والويلات التي ارتكبت في أوكرانيا؟ ما نراه حتى الآن أكثر من كونها حرب بين روسيا وأوكرانيا هناك دول تحشد لتقديم الدعم لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ولكن أيضا البعض قد يقول أن روسيا تملك أدوات ضغط أيضا وهي الطاقة لديها الطاقة كسلاح وهي منعتها اليوم على دولتين وتهدد وتبتز باقي الدول بها هل يمكن الولايات المتحدة فعل أي شيء؟ هل يمكنها تقديم الغاز طبيعي لهذه الدول والدول التي تبتزها روسيا؟ نعم ما تحاول روسيا أن تقوم بها كما حدث قطر الغاز عن بولندا وبولغاريا فأعتقد أن ذلك لإضعاف العقوبات الغربية ضد روسيا وبالفعل رأينا اليوم ما قام بها الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء لا ينبغي أن تدفع لروسيا بالروبن وما سنراه خلال الشهور الثمانية المقبلة بحاولة البحث عن مصادر أخرى من الشرق الأوسط لهذه المصادر من الطاقة وبالتالي يمكن أن يتسنب بيع الغاز الطبيعي لأوروبا كبديل عن الغاز المقدم من روسيا ماذا عن الأوليجارشة؟ لدينا يقول رئيس بايدن أنه سيجمد أرصدتهم وكل هذه الأموال ستذهب إلى أوكرانيا لإعادة إعمار أوكرانيا هل هناك قانون في الولايات المتحدة يسمح بذلك بتجميد هذه الأرصدت؟ هذا عادة يحدث في حالات طوارئ دولية لم يحدث ذلك منذ خمسين عام ولكن كانت هناك حوادث مشابهة فيما يتعلق بالإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين وتقديم التعويضات لضحايا الإرهاب وبالتالي هناك مساودة قانون تم إقرارها في الليلة الماضية حيث صوت فقط ثمانية ضد هذه المساودة مقرنة بمئات والهدف هو الدعم لهذه التشريعات التي يمكن أن تمرر مثل هذه الإجراءات وبالتالي هناك بحث حول أدوات مالية للضغط لإنهاء الغزوة الروسية دون الحاجة لأن يتم مصادرة هذه الأصول وتخصيصها لأوكرانيا لإعادة الإعمار هل سينجح بايدن في هذا المسعى برأيك؟ بالتأكيد لديه دعم من قبل الكونجرس ومن الشعب الأمريكي الشعب رأى الدمار الذي خلفه الجيش الروسي في أوكرانيا واستهداف المدنيين والمدن ومراكز التشوق ومراكز ومرافق مدنيين لا علاقة لها بالعسكرية وبين ثم هذه الإجراءات لها شعبية في أوكرانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة والحكومة تبذل ما في وسعها لإعادة تخصيص هذه الأصول لاتجاهها الصحيح إذن نتوقع إرسال مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة لروسيا أيضا بعض الدول الأوروبية ترسل هذه الأسلحة الثقيلة أيضا إلى أوكرانيا عفوا ولكن روسيا كانت تقول أن إرسال هذه الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا يهدد الأمن الأوروبي ما لا تقصده بذلك روسيا برايك؟ إن الفرضية التي تقول بأن تهديد استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا أو دول النيتو هي دعوات متطرفة وبالتالي سيكون هناك ردود فعل دولية ضد بوتين لأن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة النووية أوكرانيا تخلت عن برنامجها النووي طوعية وبالتالي هذا التصرف سيكون خرقا كبيرا للقانون الدولي ولأعراف حقوق الإنسان وهو يعارض ويناهض أي ديانة وأي أعراف في أي دولة ومن ثم ما سنراه هو محاولات من روسيا لتدفق السلاح إلى أوكرانيا لكن الغرب يعرف بأن العسكرية الروسية ليست قوية لم يستطيعوا هزيمة الأوكرانيين حتى الآن وإذا ما قرروا مواجهة النيتو فسيكون التبعات مدمرة للجانبين وسوف نرى الكثير من الخسائر لكن مخاطرة التصعيد أعتقد بأن الرئيس بايدن ومستشاري وحلفائه ينتبهون كثيرا لهذا الإجراء في الوقت الحالي السيد توم ووريك من واشنطن نائب ومساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا شكرا جزيلا لحضرتك ترجمة نانسي قنقر